في مصر أو قال خبراء في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا حيث تنتشر العدوى بشكل غير طبيعي في المناطق الريفية إضافة إلى المدن وتواصل حالات الإصابة بالفيروس تجيل قفزات في بعض مناطق البلاد ويحاول مسؤول الصحة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط لمكافحته في كل ولاية وصاب الفيروس أربعة ملايين وستمائة ألف شخص في الولايات المتحدة كما أودى بحياة أكثر من مائة وخمسة وخمسين ألف شخص آخرين